روح انا وانت لكاس العلام تسايين بحب ان اقوي أحوار الذكريات اه علشان نقول للمفاجأ قول للمفاجأ عادنا قد ايه الجون اللي دخل فينا في انجلترا عارفين ان لع الجون اللي دخل في انجلترا اه لع الجون اللي دخل في انجلترا ها هعنقول سير اه شام يا كن حاطيتها ايوة الجونين الجون رولاندة وجون انجلترا الاول ان ايه خبت في رجله اه والتاني يا بدماء وضج تطلع برد قابلت انا يا شام قلت له يا شام كرة جاية في دماغك قال لي لا قلت له يا شام اعترف معي على الهوى اعترف خلاص؟ معصول لازم يحسها وكمال يا شام عنده شعر لازم يحسها يا شام لا انا اكتشفت انك اتطلع برة ها كانت في اتجاهها البر تخيل انك اتطلع برة كان مارك رايت لكن سيبك من ده يا شام كان لعيب جميل اه طبعا حاجة جميل لكنه انت مكنش موجود في المنتخب ملعبتش معانا متشط وديها في الاول خلينا كمل بس خلينا كمل بس وديها لعبتك ولا يا سيدي خلينا كمل بس بابل في الاول بعد كده روحت بطلط الامة الافرقية في الجزائر لعبت بشكل كويس كان الكابتن هاني مصطفى علي رحمة الله ثم انضمت للمنتخب هنا بدأت تلعب المتشط الوديها انا بسرت كده صح؟ ايه صح ايه اللي حصل بقى وازاي لما الكابتن جاري قالك انت موجود في المنتخب لانه جابك انت والكابتن سبت البطل بس من المنتخب ده لا وفي اكتر من واحد بس مشوا بعد جهة اللي راح وكسل عالم قال لي رحنا كسل عام لكن احنا لعبنا ثمان ماتشاط وديين اللي هما اللفة بتاعة أوروبا لكن انت عارف انان كنت في المنتخب كبتن؟ نعم قبل ما رح الامم الاخرقية لو فاكر ماتش كبتن اكرامي الاعتزال الاهلي قدام المنتخب وكنا رايحين تاني يوم الامارات تمام انا كنت من ضمن الاسماء اللي راح الامارات مع المنتخب كويس الماتش اللي كسبناه اربعة بتاعة يالي مش فاكر بقى ده ماتش اعتزال ماتش اعتزال ماتش اعتزال اول ماتش فيه وديات بعد اما وصلنا كاس العالم تمام فانا جال لي مازق في العدل الخلفية نعم فكابتن جواري حتى الله يرحمه دخلي هو الدكتور احمد ماجد نعم وكابتن علاء شاكر لو فاكر طبعا ودخل وقال انت مصاب طبعا ويه هتروح كاس الامم هتخف هتتعالج نعم بعدين تروح كاس الامم ونشوفك يعني وترجع علينا يعني كويس رحت هناك كابتن عبدالصالح الوحش رحمة الله عليه هو كان رئيس النادي الاهلية نعم وكان رئيس اللجنة الفنية في التحدي الأفريقية ورحت هناك ولعبت اول مقش قدام ساحل العجل واتغلبنا 3-1 حتى انا اللي احرصت الهدف الجوامينيه الهدف الوحيد حتى ممكن اه 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 واحد سفر اثنين واحد سفر اثنين لا ثلاثة واحد ثلاثة واحد اه ثلاثة واحد اول مقش ثلاثة واحد سفر ثلاثة مقش اثنين سفر من الجزائي مصبب انا حتى اقول له ان انا هدىف نعم اه جب تجون وحد نعم نعم فهيناك جال الانت ورب البلجيكي جال عرض جال عرض في بلجيكا وساعتها كابتن عبدالله رحمة الله عليه قال لي انا لسه اقفل مع كابتن جواريكان نعم هو عاوز ياخد رقم كبير وحتى ساعته قالول له لا احنا لعبت اه اوروبا اللي هي الأوروبا الشرقية كانت زمان كانت أرقام أقل مننا كتير قوي فطلب رقم كبير فقال لي لأ انت رايح مع كتب الجهر هو أول راحت قال لي قال لي هناك فأول ماتش القيبته وبعدين القيبته الماتش التاني أكد علي وجالب في برتغال نادي تاني لأن تاني ماتش عملته برضو كويس ماتش ناجيريا عملته كويس والماتش التالت ماتش الجزائر فأكده فلما جيت مصر ما روحتش البيت جيت على المعسكر دار الدفاع على طول كنا عاديين في دار الدفاع فجئت بقى بالكتب الجهرية وإزاي كان بياخد لعيب المنتخب ودي كانت يعني درس كبير أو كتب الجهر على فكرة كان سابق عصره في التدريب إحنا لما دربنا بعديه بتلاتين سنة بدأنا نعرف الحاجات اللي هو عملها قبل كده كتب الجهر لقيته مطلع لي عارف الأول ما أبني قالت على لي فوق فلقيته مطلع لي أكدت عارف أنت بتاع الشر العقاري الدفتر الكبير دفتر التسجيل وعمل لي صفحة كده فقول لي أنا مش جايبك عشان التلات ماتشات دول أنا جايبك علشان في يوم في الدوري السنة اللي فاتت في المطش الترسانة في الديئة الكازة عملت كازة وفي الديئة الكازة عملت كازة وبعد المطش الإسماعيلي عملت كازة بعدين مستوىك نزل شهرين وبعدين تلات تاني وبعدين عمل يعني اداني سجيل اداني سنتين نعم يعني من أول ما مسك نشاء الله اللي هو إيه وقابل ما مسك كمان كان متابع فكتن جهري كان فلما قال لي أنت معانا فبدأنا بقى اللف لف جاب مين بقى معانا من الكازة الأمم كابتن سابت نعم وانا وطلعت منصور طلعت منصور ونبيل محمود وعبدالعظيم الشورى ايوه مزبوط اخات خمسة وفوزي جمال بتايح حمده فين كانت صاب اه كان الكتن حمده كانت صاب فجينا فكان كل واحد بيقع في معسكر من معسكرات حدا ما صمدنا بقى في الأخير ونحن ايه صح اه وفوزي وشورى والشورى ونبيل نبيل محمود وطلعت منصور كملت انت وكابتن سابت انا كملت انت وكابتن سابت للآخر وكان كاتن جاهر اصلا بيرقم اللعيب هكذا نعم ودي كمان تدريب في الزمن ده بدهم يعملوها اللي هو ترقم اللعيب يبقى عندك اللعيب رقم 12 انت عندك حداشر اللعيب بيلعب رقم 12 ممكن تغير بخمس لفات ملعب وخمس ملاكز لكن هو بأهميته قوته فكابتن جاهر كان مصنف اللعيب ومرقمنا حتى الأرقم يقولك انت رقم 11 عندي انت رقم 12 عندي ده صحيح وبدأنا عملنا من أفضل المباراة الودية اللي اتعامل في تاريخ مصر مسكتلندا وتشيخسلوفاكيا وألمانيا الشرقية يعني رافض تماما بعد مفاجأة لأنها كاننا في الاوتوبيس حتى مجدي يعني اتخض لانا عاديل في الاوتوبيس جاهو بيدحك وبيهزروا بتاع فمنا لو هس قال هس ايه جماعة أنا بنهزر وندحك فربا لكن تعرف كان الكابتن جاري بيحك اي 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 تبقى في قيمة تركيز عايز بس اقول النهاردة في التحقيات وده خاص لنا كابتن محمد عادل بوجه اتهمه الى اتنين من الزملاء الاعلاميين وفريق الاعداد واتهم شركة الفار ما توجهش باي اتهم للجنة الحكام عشان الحفاظ على العلاقة بينه وبين اللجنة وجهت نظر الاتهمهم هم في الاخر اللي حيجيبوا اللي صرب من خلال التحقيق المقطع البلاغ كان عبارة عن اتهم بتجدير الامن والسلم العام واصطناع مقطع صوتي وانا سابوه ظلما اليه مفيش بكرة استكمال التحقيقات كل طاقم التحكيم بتاع المباراة هيتم استدعائه للتحقيق الاسبوع القادم التحقيق وقته كان طويل لانه محمد عادل اتسأل ما يخرب من 180 سؤال قدم ثلاث فيديوهات منهم فيديو التسريب وفيديو للقناة وفيديو اللي مزيع بقناة تانية انا مش هقول اسماء برغة هذه الفيديوهات خلال الجالسة عشان كده طولت جدا جدا عشان تبقوا موجودين معانا اول باول في المواضيع وفي المساء شعورك بقى في ماتشو هولندا ومجد عبغاني بيجيبوا الجون والكاميرا بتيجي عليك وهو يعني زعلان مني غد وانت كنت المخرج اتخيل كان قال لي ايه ساعتك كابت المجدي علي ولا انت ايه علاقتك بالمخرج تقول علاقة مخرج ايه ده انا رجل مصري وهو اطالي ايه اللي علاقت بالمخرج ايه كابت المجدي بس انا اقول لك حاجة والله بجد ساد اول مرة شوف الكابت المجد عبغاني وش اصفر 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 انا كنت واقف جنبه وبيشوت نعم فانا عملت نفسي ايه ان انا عارف انت الوضع الاستعداد الاول مكورة تتقطع وجوني سدها وانت تروح تكمل والله اه والله بس لقيت نفسي عشل الحالة دي اه لقيت واحد ما شاء الله فاخده قدي كده حط رجله علي كان كوما اه حط رجله علي كده اه خلاص الرهبة قلت اوقتي اه فلقيت الكرة بتلف ناحية اليمين جوجوجو صحيح راح بتلف فانا عارف اللي بيشوت الناحية دي بيجري الناحية دي قمت انا جاري الصح او جير غلق وفي حد في الدنيا كده حدش عارف ان بيجري في انت طب انا نسأله السؤال نعم وفي حد في الدنيا بيشوت البنالة ناحية اليمين بيمينه ويجري كده عكس يعني انت كده هتجيب لنفسك رباط دي صح يعني انت كده لازم تكمل الجاري انا بقى جريت كده اه انا قلت الى حاجة صح اقمر جريت ناعي وبعدين بتفهمه يعني اه نازم بتفهم ده كان المتش الوحيد اللي لقبت في كاس الحالة؟ لا انجلترا لقبت انجلترا اه لقبت انجلترا اه لقبت انجلترا ما انا بقولك على التصنيف والحاجة دي كنا يمكن انا اقولك فاكر كان فيه تمرينة بدأنا نعمل زي روسيا في ستة وتمانين كنت انا وحسان كنا ماتش هولندا كان كابتن جوال بيفكر فكرة ان انا بقى ناحية اليمين زي بلانوف وكرة الحق كتير اه 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 كان بيفكر كان باسخ فيك كابتن جوال اه اه طبعا انت ليه بطلت بدري بطلت عندك كم سنة؟ لا انا مبطل في التلاتين تلاتين سنة؟ اه انت مرهدش استمتع بس لا بس انت عارف الزمان اللي كان اول ما يجي التلاتين او قبل التلاتين يقولك كبير؟ يعني لأ انا تسعة وعشرين يعني كنت هادخل على التلاتين بس يقولك كبير اللي عنده تلاتين كان زمان يقولك ده راجل عجوز مبقى لازم يبطل اه الا واحد بس اه مين هو؟ كابتن جوالي؟ لا واحد بس لا واحد لعيب اللي عند يلعب وقالك انا هلعب في الملعب غاية اما مين؟ مين؟ كابتن اسامة رابط قال لنا واحد انا وعبد الجليل علي اول اه دخلين احنا في عز مجدين احنا بقى الشباب بقوا ام نورين انت وعمر وعبد الجليل اه وعادين في مختص اه وهو جاي علينا فاحنا كان هو كان ساعتا بقى عنده مثلا تلاتين سنة او اثنين تلاتين سنة فاحنا قلنا له ايه بقولك ايه انا وعبد الجليل بطل بقى خلاص عبدنا قال اقولكو حاجة اه انت وهو هتبطله وهلعب أنا بعديك بثمان سنين أنت هتغذر